السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برز مصطلح الدولة المدنية بشكل كبير عقب اندلاع الحراك الشعبي في عدد من الدول العربية وهو مصطلح جاء في زخم الجدار حول طبيعة الدولة التي يريد العرب بناءها في خضم موجة التغيير التي تضرب المنطقة والعالم فما الدولة المدنية؟ وكيف ظهر هذا المصطلح أصلا؟ هل الدولة المدنية تلتقي مع الإسلام أم أنها نقيض له؟ وماذا يعني أن تكون الدولة مدنية ولكن بمرجعية إسلامية؟ ألا تنسف المرجعية الإسلامية فكرة المدنية من جذورها؟ ما العلاقة بين الشريعة والقانون تحت سقف الدولة المدنية؟ هذه نخبة من أسئلة يكتنزها موضوع حلقة اليوم من برنامج مقاصد التي تأتيكم بعنوان طبيعة العلاقة بين الدولة المدنية والإسلام أهلا وسهلا بكم مشاهدين الفاضلين إلى هذا اللقاء المتجدد واسمحوا لي أن أرحب بضيف الحلقة الدكتور أحمد سعيد حوى أستاذ الفقه وأصوله أهلا ومرحبا بكم دكتور أحمد المدنية التي لم يحسم حتى الآن فما فهم هذه الدولة المدنية؟ ما هي؟ ما تعريفها؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه والمصطلح قديم أو لنقول طرق وتناوله بعض مفكرين وعلمائنا ربما من عقدين أو ثلاثة عقون لكن الذي جد أنه مع بدء الربيع العربي في بلادنا وشعور البعض أننا بين يدي مرحلة جديدة ربما يكون الإسلاميون فيها على أبواب مرحلة الدخول في الحكم أو المشاركة في الحكم أو الوصول إلى الحكم منفردين كما كان يظن في تلك الفترة معدود تيارات عديدة متعارضة أو متضاربة أو متناقضة الحقيقة في الطرح برز هذا المصطلح والحديث عنه ولا أسمح لي أن أضيف أنه ربما يعني للأسف كانت هناك مسايرة عند بعض العاملين للإسلام أو بعض الجماعات الإسلامية مسايرة للفكر الغربي أو للتوجهات الغربية وكأنه كان مقصود منها رسائل تطمين للآخرين حتى لا نخاف أو حتى لا يخاف الغرب مننا أو من هذا القادم الجديد لكن للأسف يعني في ثنايا هذه المسايرة فاتتنا أشياء أخرى أو كانت هذه المسايرة على حساب أشياء أخرى ولست هنا في مقام تحليل الأمر أو تشخيصي بشكل تفصيل لكن باختصار أقول ضاعت الفكرة الإسلامية الصحيحة أو ضاعت الفكرة الإسلامية الصحيحة في جوهرها الحقيقي في خضم هذا الجدال والنقاش مما أتاح لبعض الجماعات المتطرفة وللغلات أن يزاودوا علينا وأن يزاودوا على جماعات إسلامية عريقة لها تاريخ ولها فكر ولها تأصيل وعلماؤها وشيوخها كتبوا وألفوا وأضافوا إلى المكتب الإسلامي المعاصرة ربما مئات أو آلاف الكتب المكتب الإسلامي المعاصرة مليئة بكتابات علمائنا ومشايخنا وفي قضايا كثيرة معاصرة ومنها هذه القضية وأنا أعرف على الأقل يعني في ظل التجربة السورية وباعتبار التجربة السورية ربما بدأت من السبعينات أو الثمانينات وربما قبل ذلك حتى من أحداث الستينات كانت هناك يعني صدامات مع الأنظمة وبالتالي طرحت هذه الأفكار في مرحلة كرة وكتب فيها على الأقل قبل عشرين سنة على الأقل لكن كما قلت أخي للأسف كان هناك نفس للمسائرة طب يعني قبل نفس المسائرة يعني عندما يسمع المسلمون أو يقرؤون أو يشاهدون حديثا عن موضوع الدولة المدنية بقطع النظر بغض النظر عن أي مرجعية عن إسنادها لأي مرجعية ماذا عليهم أن يفهموا ما هي هذه الدولة المدنية طبيعتها مفهومها هو أخي الدولة المدنية مصطلحة غربي وقبل أن نجيب يجب أن نعرف من هي الجهة التي تخاطبها ومن هنا أيضا ثار أو نشأ إشكال آخر يعني أنت تأتي إلى عوام الناس أو إلى حملة السلاح من الثوار ومعظمهم أو غالمهم ممن يعني نحسن الظن فيهم يعني خرجوا غضبا للحرمات وطلبا للكرامة والحرية والعدالة وثارا للمظلومين وفي لا شك أن هؤلاء يملكون عاطفة دينية لكن عندما تخاطب هؤلاء بمصطلحات غربية لن يجيبوك على وفق ما يراد بالمصطلح في ميلاده سيجيبك وفق ما يفهم يعني مثلا عندما يخاطب هذا الإنسان بمصطلح دولة دينية أو دولة مدنية هو سيجيبك مباشرة أنا أريد دولة دينية لأنه متشرب لهذه الفكر وهذه العاطفة الدينية ويحرص على إعادة الحياة الإسلامية إلى المجتمعات المسلمة هذه كلمة دولة دينية أخي مصطلح آخر في بلاد الغرب يجيب أن نفهم ما هو أو ما يراد به تماما كما ينبغي أن نفهم ماذا يراد بالدولة المدنية هذا يقودنا أيضا إلى فهم الخلفية التاريخية التي أنشأت هذه المصطلحات أو أنشأت هذا النوع من الدول في عالم الغرب تحديدا في أوروبا لو أذنت لي حتى لا نقفز عن المحاور دكتور ربما آتي معك على السياق التاريخي والمكاني الذي نشأت فيه هذه المصطلحات لكن قبل ذلك هل ربما كيف يمكن أن نوضح مفهوم الدولة المدنية هذه هي الدولة المدنية التي مثلا لا علاقة لمنظومة الأحكام والشرائع مثلا بها هل هي الدولة المقابلة للدولة العسكرية أم المقابلة للدولة الدينية يعني ما طبيعتها طبعا هو أرى مصطلح الدولة المدنية يطلق أمام الدولة العسكرية المستبدة أو كذا لكن هو بالدرجة الأولى جاء به كمصطلح مقابل للمرجعية الدينية أو للدولة الدينية طبعا هنا أنا أقول منها ضرورة بمكانة نرجع للخلفية التاريخية لكن ربما طالما ستأتي نؤخر الحديث عنها لكن الدولة المدنية باختصار يراد بها فصل الدين عن الدولة إذا فتشت عن جوهر أو محور هذه الدولة ستجد أنها ترجع فيني إلى قضية فصل الدين عن الدولة هذا هو المقصود بالدولة المدنية لكن أنا أقول مع ذلك أخي الكريم لا يمنع طالما أننا نريد أن نخاطب الغرب أيضا ونريد أن نخاطب الرأي العام العالمي أنا أوجه خطابي لشعبي وأبناء بلدي الذين ثاروا على الظلم والطغيان والاستبداد بما يفهمون ونفس الوقت أخاطب الآخرين بما يفهمون طيب هذا الحديث طبعا هو هذا البرنامج هو طبعا مشاهد من المسلمين ليس فقط في جغرافيا محددة يعني العراقيون والسوريون والمصريون يعني من من يشاهد هذا البرنامج لكن ثمت من يقول أن ما استعمل مصطلح المدنية إلا في مقابلة الشرع بمعنى السجل المدني الزواج المدني وهكذا هنا السؤال ثمت من يقول أن الدولة المدنية هي مصطلح تجميل التفاف على الدولة العلمانية وبالتالي كثير من المسلمين قبل بالدولة المدنية من حيث المبدأ على أساس أنها مخالفة للدولة العلمانية ولكنها في حقيقة الأمر هي دولة علمانية إلى أي ماذا هذا الكلام مستقيقا؟ هو نعم إذا نظرنا إلى الجوهر لا شك أن الدولة المدنية تقوم على مبدأ فصل الدين عن الدولة وفصل الدين عن الدولة هو حقيقة العلمانية وبالمناسبة كلمة علمانية كترجمة أو يعني علمانية ليست دقيقة لكن صارت مصطلحاً لتدل على شيء عندهم وبالمناسبة أيضاً وحتى هذه العلمانية ترى في بلادهم هناك أكثر من مدرسة في تفسيرها لكن يمكن أن نقول أنه تلتقي في مجملها بفصل الدين عن الدولة الآن إذا كان محور الدولة المدنية يقوم على فصل الدين عن الدولة هذا لا يقبل به إنسان مسلم يحترم نفسه ويحترم دينه لكن أنا أقول أيضاً في المقابل طرحت الفكرة وليس فقط في ظل الثورات بالمناسبة عندما نتكلم عن سوريا أو العراق بلادنا حالها واحد وأنا لما أقصد الحديث عن بلدي تحديداً سوريا يعني همنا في سوريا والعراق ومصر واليمن كله واحد لكن أنا أقول أخي طرح وهذه مشكلتنا أنه مدى صلتنا بما يكتب وما يؤلف وما ينشر الدراسات من الذي يتصدر للحديث في قضايا الأمة إحنا للأسف كثرة عنا هؤلاء يعني المدعون أو المتعالمون أو المتفيهقون وكان ينبغي أن نرجع إلى مرجعيتنا الحقيقية هذا موضوع آخر ربما يعني أشرنا له ربما نحتاج أن نعود إليه أقول أخي الكريم بعض ما شيخنا طرح طرح من عشرين سنة فكرة أنه الدولة الإسلامية إذا نوقشت أو حللت ما هي هل هي دولة دينية بمفهوم الغربي قطعا لا لأن مفهوم الدولة الدينية في الغرب أخي ينوع من التسلط أيضا بستار الدين هذا ما هو موجود عندنا وبالتالي هذا أورث ردة في العالم الغربي أو عند الشعوب الغربية ردة ورفض لكل ما هو ديني طب الكلام الذي تتفضل به دكتور أحمد يعني ربما يقودني الآن إلى السؤال عن لو بيّنت للمشاهدين الكرام السياق المكاني والزماني الذي ظهر فيه هذا المصطلح السياق الاجتماعي والسياسي حتى النفسي ربما الذي ظهر فيه مصطلح الدولة المدنية والعكاس لماذا؟ يعني هو بالرجوع أخي الكريم قبل أن ننسى الفكرة أريد أن أكملها أن بعض علمانة طرح لما حلل الدولة الإسلامية وسنعود ربما لتفصيل أهم الخصائص طلع معه أن الدولة الإسلامية فيها الكثير من خصائص وصفات الدولة المدنية لكن النقطة الجوهرية أو الفارق الجوهري بين الدولة الإسلامية أو الدولة في الإسلام والدولة المدنية في الغرب هو قضية العلاقة مع الدين هناك العلاقة رافضة في الغرب لا هنا العلاقة متصالحة مع الدين وليست رافضة هذا يقودنا فعلا إلى السؤال أنه طبال الخلفية التاريخية ما الذي حصل في بلاد في أوروبا فيما كان يسمى العصور الوسطى حتى حصلت هذه الردة والرفض لكل ما هو ديني والتوجه نحو ما يسمي فيما بعد يعني العلمانية أو فصل الدين عن الدولة اللي حصل أخي الكريم أن أوروبا كانت تعيش في مرحلة من مراحل الاستبداد الذي تجسد بالتقاء مصالح رجال الدين ورجال الكنيسة مع رجال الإقطاع المستبدين وهذا انعكس بظلم عامة الشعب وعامة الناس فصارت الكنيسة المنحرفة أو رجال الكنيسة المنحرفون الفاسدون صاروا نظرا للفساد والاستبداد ومن هنا جاء الرفض لكل ما هو ديني ديني بمعنى ما كانت تجسده الكنيسة في ذلك الوقت وأنا أقول من حق الشعوب الغربية أن ترفض هذه المرجعية الدينية إذا كانت ستتمثل بما يعني يتصرف أو يدعيه رجال الدين الذي كان يدعي أحدهم أنه ظل الله في الأرض وصل الأمر إلى أن هؤلاء صاروا يبيعون الجنة بسقوق الغفران وهذا أمر معروف عندهم لدرجة أنه خارج أحد اليهود قال أنا سأشتري النار فخذوا الجنة وأنا سأشتري النار هذا يدل أخي الكريم إلى أي مرحلة وصل الفكر الديني وأي مرحلة وصل الفساد وتغلغل في الكنيسة وبالتالي إيش انطباع الشعوب الغربية عن هذه الكنيسة ورجال الكنيسة أو بالأحرى ما هو انطباع الشعوب الغربية عن رجال الدين عندهم وليس عندنا ففي الوقت الذي كانت النظرة إلى الدين إلى الكنيسة نظرة عدائية رافضة كانت نظرة تصالحية في بلادنا ومجتمعاتنا فالخلفية مختلفة تماما إذن الخلفية مختلفة تماما لكن لو قررنا من حيث المبدأ دكتور أحمد أن الدولة المدنية هي الدولة التي لا دخل للدين فيها أيا يكون هذا الدين والتي يكون المواطنون فيها متساوين في الحقوق والواجبات وكل شيء حتى لدرجة أنه يستطيع أن يحكم فيها أي شخص بغض النظر عن جنسه أو دينه أو انتمائه أو لونه هذا صحيح هذه هي الدولة المدنية يعني أخي الكريم في بعض قضايا في بعض تفاصيل فيها خلفات حتى في العالم الغربي يعني قضية النظرة إلى الدين ترى تتفاوت وليست كلها نظرة واحدة بمعنى أنه قد تجد مدارس في عالم الغرب تنادي فعلا بتحييد الدين تماما ويذهب بعضها مذهبا أبعد بعداء الدين لكن في وقت آخر أو في بعض المدارس قد تجد من ينظر نظرة تصالحية مع الدين أنه لك وما تدين إذا نظرت إلى واقع الحال في بلادنا أنا أقول ربما العلمانية العربية أحقد وأخطر من العلمانية الغربية بمعنى أن وجود عندنا في بلادنا من يتبنون الفكر العلماني في أسوأ صوره وحالاته حقدا على الدين وإقصاء للدين وهذا في الحقيقة يناقض بعض مبادئ الدولة المدنية التي تقوم على الحرية ومن يعني مظاهرها أو تجلياتها الحرية الدينية وحرية الرأي وحرية حرية طيب أين هذه الحرية إذا قلت يعني لكم أنا أقول وهذا بالمناسبة يعني نقطة تسجل على النظرية الغربية الآن أو الطرح الغربي بالذات المتشدد يعني كيف يستقيم عندكم إقصاء الدين باستمرار باضطراد في الوقت الذي تقولون حرية بالمناسبة المحكمة الأوروبية قبل يومين قالت أنه التطاول على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس حرية هذه نقطة متقدمة يعني لما وثرت قضية الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل عقديم من الزمان كان قال حرية لكن الآن جاء من يقول في بلادهم أنه هذا ليس حرية قضية احترام الدين عند الآخر هذه قيمة لكن في فارق بيننا أن تقول أنا لي أن أختار ما أشاء وبين أن تفرض عليه أن لا أرجع إلى ديني أنا كيف أقبل كيف أفهم أنه أنت تقول لا تريد أن ترجع إلى الدين لا في تحريم الخمر ولا في تحريم الزنا ولا في تحريم الربا طيب هذه الاختيارات أليست دين أليست حكما طيب أنا في المقابل أريد أن أختار أن الربا حرام والزينة حرام أجل الدولة المدنية من هذا المنظور يعني دكتور أحمد هي تريد من منظورها طبعا أن تحرر الناس من الالتزام بأي ضابط سواء كان ضابطا يعني شرعيا أو ضابطا إلا سيادة القانون وهذا يقودني إلى سؤالك على الأساس الذي تبنى عليه الدولة هل هو أساس تشريعي أم أساس قانوني ولكن لو سمحت لي أن أذب فاصل نتوقف مع فاصل قصير ومن ثم نعود مشاهدي قناة الرافدين الكرام يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيل سات على التردد 11142 عمودي وعبر القمر الصناعي نايل سات على تردد 1283 أفقي ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت أسعدكم الله ما زلنا وإياكم في الحديث عن الدولة بين الإسلامية والمدنية دكتور أحمد من فضلك يعني من الذي يقرر شكل الدولة إن كانت مدنية أو إسلامية أو عسكرية أو غير ذلك من الذي يقرر شكل الدولة خصائصها أو صفاتها هي التي تعطيك الخلاصة من خارج الدولة بمعنى هل هو الشعب الذي يقرر أم في حالة المسلمين هل هم الناس الذين يقررون شكل الدولة أم الشريعة الإسلامية هي التي تقرر شكل الدولة الشريعة الإسلامية أخي تقرر شكل الدولة الشريعة الإسلامية أعطت أدق التفاصيل في الفقه السياسي على خلاف ما يظن البعض أو يدعون أن الفقه السياسي فقير في النصوص هذا غير صحيح بل الأعظم تجربة النبي صلى الله عليه وسلم نحن نقول إذا أردنا أن نرجع إلى مرحلة معيارية نقيس عليها أو نحتكم إليها فنرجع إلى دولة النبي صلى الله عليه وسلم ويلحق بها أو يتصل بها دولة الراشدين رضي الله عنهم لأنها بمثابة امتداد لدولة النبي صلى الله عليه وسلم وبشهادة النبي صلى الله عليه وسلم عندما بشر بخلافة على منهاج النبوة إذن هذه الدولة الممتدة من اللحظة التي أقام النبي صلى الله عليه وسلم دولته في المدينة إلى آخر أيام الدولة الراشدية هذه كلها هي الدولة الإسلامية المعيارية هذه الدولة أخي الكريم قامت على نصوص من القرآن على نصوص من السنة على تطبيق عملي للنبي صلى الله عليه وسلم وتطبيق عملي للراشدين رضي الله عنه ثم بدأ الانحدار في مسار الدولة الإسلامية دخلنا في دائرة الملك العدود أو الوراثي والتغلب وما إلى ذلك إلى أن وصلنا إلى الملك الجبري الذي تعيشه الأمة الآن عندما تقول بأن الشريعة هي التي تقرر هذا في الإسلام طبعا نعم أما في الغرب طبعا نحن نتوجه إلى جمهور مسلم في النهاية لكن عندما تقول بأن الشريعة هي التي تحدد شكل الدولة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دولة الخلافة على منهاج النبوة وأنه مصادر التشريع في الدولة هي القرآن والسنة وهناك تطبيق عملي لهذا هذا يعني أنك تنسف فكرة الدولة المدنية لا أخي كيف يعني أنا أقول لا ننسفها كليا ولا نقبلها كليا وأنا كنت أريد أن أقول أنه مشايخنا وعلماء نقالوا من 20 سنة نعم يعني عندما حللوا الدولة الإسلامية أو حللوا مواصفات الدولة في الإسلام وجدوا أن كثيرا من خصاص الدولة المدنية موجود عندنا لكن الفارق الجوهري وليس أمرا سهلا الفارق الجوهري قضية فصل الدين عن الدولة أنه ما هي مرجعية الدولة المدنية مرجعية الدولة المدنية هي العلمانية مرجعية الدولة المدنية في الإسلام هي الشريعة الإسلامية لذلك يعني على سبيل المثال الشيخ قرضاوي ربنا يحفظه كان من يقول الدولة الإسلامية دولة مدنية بمرجعية إسلامية لكن أنا آسف دكتور المقاطعة يعني هناك مصطلح غامض يعني مرجعية الدولة المدنية عند الغربين هي العلمانية العلمانية ليست مرجعية هي العلمانية هي حالة من إقصاء الدين وليست مرجعية يعني لا يجي دستور علماني هو الجانب الفكري يا أخي الكريم العلمانية هي الإطار الفكري للديمقراطية الغربية نعم الديمقراطية وسائل وأدوات لكن ما مرجعيته الفكرية هي العلمانية يفصل الدين عن دولة فأجمع هذا مع هذا يعطيك الدولة المدنية بصورتها الغربية لكن أنا أقول وحتى أن أكون منصفين أيضا نعرف كيف نخاطب شعوبنا ونعرف كيف نخاطب الآخرين أخي الكريم أنه مباشرة عندما تقول الدولة في الإسلام ليست دولة مدنية سيقول إذن هي دولة عسكرية أو دولة استبدادية أو سيفسرها بتفسيرات تتبادر إلى ذهنهم هم لذلك نقول تعالوا لننظر ما هي خصائص الدولة المدنية ونرى ما هو الموجود عندنا في الدولة الإسلامية وربما نجد أن الدولة الإسلامية سبقت إلى كثير من هذه الخصائص التي يتغنى بها الغرب الآن في القرن العشرين أقامها المسلمون من القرن الأول يعني مثلا الحاكم في الإسلام بشر يخطئ ويصيب طبعا من بعد النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم مؤيد مسدد بالوحي لكن بدءا من أبي بكر رضي الله عنه بشر حتى النبي عليه الصلاة والسلام بشر لكن النبي عليه الصلاة والسلام بشر معصوم لكن من أبي بكر رضي الله عنه وإلى يومنا هذا ليس في الأمة بشر معصوم لا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسماء أخرى من نوع آخر العصمة لمجموع الأمة لا تجتمع أمة على ضلالة هذا الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فإذن الحاكم بشر يخطي ويصيب إذن هو معرض للمساءلة معرض للمحاسبة قد يعزل هذا كله موجود في شريعتنا وفي فقهنا وبل حصل تطبيق عملي في التاريخ الإسلامي في مرات عديدة أمر آخر مبدأ العدالة طبعا هذا يطرح في الغرب ويتغنون به مع فارقهم ربما يتكلمون عن المساواة المطلقة نحن نقول العدالة بإعطاء كل دي حق حقه بما يستحق لأن المساواة بين المتخالفين ظلم فمبدأ العدالة هذا مبدأ إسلامي يا أخي الكريم موجود مبدأ الشورى وهو يعبر عن صورة راقية من صور تمثيل الأمة أو مشاركة الأمة والله يا أخي الكريم أنا أجد أن في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلات دقيقة أو إشهرات دقيقة إلى بعض القضايا في قضية التمثيل يعني مثلا عندما طلب من الأنصار رضي الله عنهم قال أخرجوا لي منكم اثني عشر نقيبا وطبعا كانوا أوس وخزرج جاء النقباء تسعة بعض الورات تذكر أنه تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس طيب ليش لا تبتسعة قال حجم هذه القبيلة صغير وحجم هذه إذن النبي عليه الصلاة والسلام حتى في ذلك الزمان في تلك المرحلة يراعي شيء اسمه التمثيل النسبي طيب طيب هذه عدالة أم لا عدالة أخي الكريم فإذا أنا أريد أن أقول أنه المبادئ العامة مسؤولية الحاكم أنه بشر وختوصي قضية العدالة إعطاء الحقوق العامة للآخرين اللي ما سجلت إلا في القرن العشرين الإعلان العالمي هذه حقوق الإنسان أخي الإسلام احترمها وأقامها واقعا حتى ربما نخوض في بعض التفصيلات ونثبتها عندما تقول لكن أريد أن أضيف اسمح لي إضافة إلى هذه القضية قضية العدالة قضية المشاركة الشعبية أن الأمة تشارك في القرار من خلال ممثلها بغض النظر عن تفاصيل آليات وطرق الانتخاب أو التمثيل ربما عندنا تمثيل راقي ربما يعتمد مبدأ الترشيح الرتب ربما لا يكون انتخاب مباشر من عامة الناس لكن نصل مرحلة مرحلة إلى أن نصل إلى أهل الشورى في النهاية فهذه القضية مبدأ الفصل بين السلطات لا يطرد تنفيذي على التشريع ولا على القضاء هذه القضايا تغنى بها الغرب يا أخي هذه موجودة عندنا من القرن الأول من فضلك ديبطور عندما تقول دولة مدنية بمرجعية إسلامية نريد أن نوضح أكثر المفهوم ماذا يعني ذلك؟ أن تكون مدنية لكن مرجعيتها إسلامية ما معنى ذلك؟ قضايا أخي الكريم أنا أقول بل على العكس أعتبر هذه نقطة امتياز للدولة في الإسلام على الدولة في الغرب الدولة في الغرب مرجعيتها إرادة الشعوب ما يريده الشعب يصبح قانون يصبح دستور ما كان حراما بالأمس يصبح اليوم حلام ما كان حلام يصبح بعد حين حرام الشعوب تريد الخمور والمخدرات فليكن الشعوب تريد الشذود الجنسي فليكن مع أنه الطب والعلم تقدم لأنه يقول هذا أضراره ومفاسدك مع ذلك يصبح قانونا لأنه هذا الذي تريده الشعوب لكن في شريعتنا في أمور محسومة في حلال في حرام في دائرة اجتهاد هذه القضايا التي حسمتها الشريعة ليس للشعوب أن يتدخلوا فيها لكن نقول السلطة للأمة نعم من خلال ممثلها من خلال الشورى لكن السيادة للشريعة في شيء فوق الأمة في قضايا حسمتها الشريعة هذا نسف للمدنية دكتور لا أخي ما نسف أنا أنا أريد أن أقول أن هذه الدولة قامت على خصائص يعني كما لو أنك تقول دولة علمانية بمرجعية إسلامية لا لا أخي الكريم هي المدنية العلمانية لا لا أنا أقول أخي الدولة المدنية مرجعيتها العلمانية عندهم مرجعيتها الفكرية أو إطارها الفكري بفصل الدين عن الدولة لكن أنا أقول عندما آتي بخصائص الدولة المدنية واحد تين ثلاث أربع عشر موجودة كلها عندنا قضية الجوهرية التي نختلف فيها عنهم هي قضية مرجعية الشريعة هذه هي القضية الأساس دكتور لا أقم عند المصطلح لحظة معذرة ثانية هم أنشأوا مصطلح الدولة المدنية وهذا مصطلح تقاس هذه الكلمة تقاس بمدلولها الإصطلاح المعاصر وليس بمدلولها اللغوي هم دولة المدنية عندهم تعني في الأس الأول من أسسها هي إقصاء الدين عن الحياة أو عن السياسة بالدرجة الأولى عن سياسة الدولة إذا ما اختلفت أنت معهم في هذه القضية إذن لم يعد هناك دولة مدنية شوف أخي الدولة الإسلامية شكل مستقل لا يقلد شيئا لكن أيضا أنا أريد أن أقول ينبغي أن نحسن خطاب الآخرين أن نعرف كيف نخاطب الرأي العام العالمي لأنه أخي مجرد ما قلت أنا ما عندي دولة مدنية إذن ستصنف عندك دولة مستبدة دولة مستبدة دولة عسكرية دولة دولة لا أخي الكريم أنا أريد أن أصل رسالتي لتلك الشعوب أنه كثير من القضايا سبقناكم بها وهذا الإسلام أقرها واقعا العدالة والمساواة والمحاسبة والمسؤولية والفصل بين السلطات مشاركة الأمة تمثيل الأمة كل هذه القضايا موجودة لكن أنا أقول لهم وهذا جزء ترى من يعني يؤكد أنه في تناقض في النظرية الغربية لكم ما تشاءوا نحن لا نكره أحدا لا يكره في الدين لكم أن تضعوا الدين جانبا ليس لكم أن تجبرون على أن نضع الدين جانبا بمعنى عندما تريد هذه الأمة المسلمة التي ارتضت الإسلام دينا عندما تريد أن تحتكم إلى شريعة ربها لماذا تمنع أليست هذه من مقتضايا الحرية التي تتشدقون بها وهم يقولون بالمناسبة أن الحرية تشمل حرية الدين أو التدين والعبادة وحرية الكلمة وحرية وحرية أمور كثيرة نحن نقول أيضا أخي الكريم في الإسلام حرية هو المشكلة أنه يجب أن ندخل في بعض التفاصيل حتى الإسلام يعطي الآخرين حرية التدين لا يكره في الدين يعطيهم تبعا لذلك حرية العبادة يعني حرية المعتقد مقررة في الدولة المدنية بالمرجعية الإسلامية طبعا يعني إذا كان ما كان المسلم يريد أن يرتد عن الإسلام هل هذا مقرر هذه قضية الردة فيه إلى تفصيل آخر لكن قبل ذلك هذا حرية المعتقدة إنسان كافر نصراني يهودي أنا لا أجبره على الدخول في الإسلام ولا تجبر المسلم على أن يبقى في الإسلام في الدولة المدنية على قضية الردة فيه إلى تفصيل آخر لذلك بعض علماء قال المرتد الذي يقتل هو المرتد المحارب هذه القضية فيها تفصيل والنصوص الواردية في الردة صار فيها كلام كثير ولغط أنا لا أريد أن أدخل فيه أنا أقول هذا أخي من باب السياسة الشرية تريد أن نوضح المفاهيم دكتور حب ما لش إن أحبب خذ مثلا قضية الردة وإلى أي مدى تراع الحرية في هذا حتى يفهم المسلمون دولتهم المدنية بمرجعيتهم الإسلامية إذا ما كان المسلم مسلمان وقرر أن يغادر الإسلام من غير أن يحارب الإسلام يعني أنت الآن وقفت أخي عنده جزئية أنا أعطيك جزئيات أخرى عندنا قضية الردة عندنا قضية الحجاب عندنا قضية حرية الرأي عندنا قضية مخالفة النظام العام كل هذه القضايا عليها إجابات وربما تحتاج إلى لقاءات لكن قضية الردة أنا فهمي لقضية الردة ومع أنه المنقول في كتب الفقهاء جميعا تقريبا أنه هذا إجماع أن المرتد يقتل لكن أنا أجد مثلا أن أبا حنيفة رحمه الله قال المرأة المرتدة لا تقتل لماذا؟ قال لأنها لا يتأتى منها الحرابة إذن هذا يطيني مؤشر أنه أبا حنيفة رحمه الله ربط بين الردة والحرابة بعد الرأي الذي يتبنى بعض المعاصرين أمثال الشيخ القرضاوي أنه المرتد المحارب إذن صار في عدوان هنا لكن هنا خلاف الإجماع طول ما لك وأنا أقول هذا قول موجود أنا أريد أن أعتيك بنموذج من حياة النبي صلى الله عليه وسلم أنا مرتدا لم يحكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالقتل بل قال شيئا آخر في صلح الحديبية كان من بنود هذا الصلح وأن من جاء من قريش إلى محمد من غير إذن وليه رده إليهم وأن من ذهب من عند محمد إلى قريش لم يردوه إليه ماذا كان الجاوب طبعا أنكر الصحابة رضي الله عنهم يعني الشرط نفسه ما في عدالة فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أما من جاءنا ورددنا فسيجعل الله له فرجا ورخرج وحصل فكانت بشارة وأما من ذهب من عندنا إليهم فلا رده الله ما قال سنقيم عليه حد الرد فأنا أفهم أن هذه القضايا تدخل في دارة السياسة الشرية والإيمان يقدر ويمكن أن نضيف حتى لو كان هناك نص يعني هنا مثلا قضية صلح الحديبية قضية مقيدة كان الإسلام في مرحلة الاستضعاف لم تكن الشوكة للمسلمين فأنت بتتكلم معنش صلح الحديبية في مرحلة يعني أنا أقصد أنه هناك حديث صريح واضح يقول طبعا نحن ما زلنا في طور تجلية المصطلح الدولة المدنية من بدل دينه فاقتلوا هذا نص واضح يعني كيف يفهم سيد أنا معك حتى هذا الحديث هذه الحديث الواردة كلها هي حديث أحد أنا لا أريد أن نخوض في هذا لكن أنا أقول ربما أن عقد إجماع العلماء على المسألة أوصل المسألة لكن أنا فهمي أنه عندما ننظر في مجمل الحالات نقول هذه قضية تخضع للسياسة الشرعية النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا نماذج في التعامل مع مثال هؤلاء مع المنافقين والمنافقة شد خطرا من الكافر المرتد فأنا أقول هذه قضية يقدرها الحاكم بظروفها لن نطفها حكما مضطردا أو مستمرا مع إقرارنا بأن هذه المسألة منقولة في المداهب الأربعة أنا لا أخالف ما ذهبت لي المداهب الأربعة في أسر هذه المسألة ويمكن أن يجاب أنه من يقول لك يا أخي ما في حرية نقول الأمر يختلف ما بين الدخول في الإسلام وما بين الخروج منه أنت بالدخول في هذا الإسلام عقدت عقدا دخلت في عقد وينبغي أن يكون الأمر واضح من البداية لكن أنت أتيت إلى هذه دعنا من هذه الجزية وخذ صورة العامة حرية التعبير مثلا نبحث حرية التعبير هناك من يؤلف من يريد مثلا أن يؤلف ينقض القرآن بأنه مثلا ليس كتابا من عند الله وحاشة لله سبحانه وتعالى لكن هذا ليس كتابا من عند الله ويقدم قرائنه ويؤلف ومجموعة من المؤلفين الكتاب ما حكمه هذا في الدولة المدنية ذات المرجعية نشوف أخي ننفرق بين حرية التعبير وبين طرح الأراء المنصفة وبين الافتراء والكذب الإسلام بالعكس فتح مجال وأعطى قمة صور الموضوعية في الحوار يعني درجة أنه تأتي لتخاطب الآخر فتقول كما قال الله تعالى وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدَىٰ أَوْ فِي ضَلَىٰ مُّبِينَ جعلت نفسك على سواء معه أنا أو أنت على ضلال أو على هدى قل هاتوا برهانكم وَجَادِلُوْكُمْ بِالَّتِيهَا أَحْسَنُ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِيهَا كيف يكون جدال أخي الكريم ألا ينبغي أن تتاح له الفرصة ليعرض ما عنده وبالتالي يعرض ما عنده مقترناً بدليله وأعرض ما عندي مقترناً بدليله لأن أخي الكريم إذا كان إنسان يأتي يقول هذا القرآن ليس من جديد قل له هات برهانك نسمع منه الآن نقدم ما عندنا ونقدم الدليل لكن إذا خرج الأمر عن قضية الحجة والحجة البرهان والبرهان إلى قضية مجرد افتراء وأكاذيب هذا لم يعد حواراً لم يعد تعبير عن الرأي هذا صار تجديد وهذا لا يسمح له هذا لا يسمح له طبعاً طيب خذ قضية الحجاب مثلاً سيقول قال هل تسمحون للمرأة النصرانية مثلاً أن تخرج عارية من باب الحرية الشخصية هنا أخي الكريم نقول لكل دولة نظامها العام المستمد من دينها من قيمها من أعرافها من تاريخها أي دولة لها نظامها العام هذا النظام العام منحق القانون يجب احترام فأنا أقول أنا دولة إسلامية عندي نظام عام أيضاً مستمد من تاريخي وديني وقيمي وعادات هذه البلاد وهذه الشعوب أنا من أحبة تأتي لهذه البلاد أو تعيش يجب أن تحترم لكن ما طالب المرأة النصرانية بتفاصيل ودقائق الحجاب عند المرأة المسلمة وطالب من مبدأ عام اسمها الحشمة لأنه أيضاً خروجها بالشكل العري المعروف في بلاد الغرب يؤذي المجتمعي أنا أفهم من كلامك أن حتى الآن نأتي تباعاً على الدولة المدنية حتى ننقضها من أساسها لم يبقى منها شيء بحسب هذه التوصيفات التي تقدمها التي هي تعبير عملية عن الدولة الإسلامية لا المدنية بمرجعية الإسلامية لكن لو سألتك عن الدولة المدنية ذات المرجعية الإسلامية ما الأهداف الكبرى التي تسعى إلى تحقيقها سواء في سياستها الداخلية أو علاقاتها الخارجية الدولة المدنية وأخي الكريم تتكلم عن الدولة المدنية في عالم الغرب أو الدولة الإسلامية أنا ما يهمني المصطلع بقدر ما يهمني المضمون قلت لك أنا كرسالة للآخرين الدولة في الإسلام قريبة من الدولة المدنية لكن مرجعيتها إسلامية الآن هذه الدولة ماذا تريد؟ تريد بالدرجة الأولى إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد تريد تحكيم شريعة الله سبحانه وتعالى في الأرض تحكيم الشريعة لا يعني إجبار الناس على الدخول في الإسلام لأنه الإسلام أيضا هو الذي أذن لهم أن يبقوا على أذيانه كما يشاءون تريد إقامة الحق والعدل بين الناس تريد أن تحاسب الحاكم هل قام بواجبه أم لم يقم تريد أن تنصف الناس تعطي الحقوق أو تتيح الفرص لجميع الناس حتى المواطن الذنب يا أخي الكريم له حقه في الدولة الإسلامية حق الحياة حق التملق حق السفر محاسبة الحاكم لم يحدث في تاريخ الدولة الإسلامية إلا في عهد الخلفاء الراشدين وهذا لم يكن بموجب قوانين وإنما بموجب تقوى وورع فائض من الخلفاء الراشدين أنفسهم يعني لم تكن هناك قوانين أو آليات حكم تخضع الحاكم إلى المساءلة هو ربما أخي التدر والإسلامية كانت ناشئة لكن النصوص واضح في تحريم الظلم تحريم الركون إلى الظالمين تأكيد قضايا الأمر معروف والنيع المنكر وهذا حارس أو صمام أمان في قضية العدل في الدولة الإسلامية أخي هذه القضية ليس فيها يعني ابن تيمي رحمه الله لما أقام كتابه في السياسة الشرقية على آية من كتاب الله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس تحمل تبعها قوام قوام السياسة على هذه الآية ومن أنفس كتب السياسة الشرقية طبعا فأخي الكريم قضية العدل قضية تحريم الظلم محاسبة للظالم هذه أصول صحيح أنه الخلفاء الراشدين ربما لم يكن يتصور منهم ظلم وبالتالي أن يقال محاسبة لكن علي رضي الله عنه ألم يجلس مع اليهودي أمام القاضي أنصفوا من أنفسهم أخي الكريم عبر التاريخ الإسلامي وجدت نماذج أيضا حقيقة دكتور أشرت إلى بعض النقاط المهمة حقيقة في حديثك لكن عندما يكون هدف الدولة في الإسلام هو الحفاظ على بيضة الدين وإقامة الشريعة ونشر الإسلام إلى خارج حدود الدولة يعني برأيك أليس الغرب الذي تخاطبه من خلال الدندن حول مصطلح طبعا أنا أتحدثك عن خطاب إسلامي الآن دولة مدنية بمرجعية إسلامية أليس الغرب يعرف بأن ما هي طبيعة الدولة في الإسلام إذن لماذا تقبل بأن تكون دولة مدنية ولا تقول عنها مثلا دولة إسلامية هذا سؤال موجود ورأي موجود في الشارع يصني أنا في خطاب نصي أقول دولة إسلامية الأمر واضح لكن أيضا جزء من خطابك ينبغي أن يراعي الرأي العام هذا ترى جزء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما أمكن مراعاة الرأي العام الخارجي فينبغي أن تراعي قال أخشى أن يقول للناس أنه محمد أن يقتل أصحابه الآن إذا قلت لهم الدولة الإسلامية ليست دولة مدنية ستصنع الصين في آخر فأنا أقول لهم هي دولة مدنية بمعنى أنه كثير من خصاص الدولة المدنية موجودة عندنا إلا خصيصة بالأساس إلا قضية الدين أخي وأنتم تعتبرون أن هذه حرية ونحن نعتبر أن هذه حرية نحن نريد أن نحتكم إلى ديننا وشريعتنا بالعكس أن أضيف أن هذه ميزة أخي الكريم أن طبيعة البشر تختلف أهوائهم ورغباتهم ومصالحهم لذلك كان لابد من جهة محايدة هذه الجهة المحايدة هو الدين السماوي طبعا بحقيقته وطبيعته لا بذلك الدين الذي يحرف وبدل كما هو الحال في تلك البلاد نعم نريد أن نبحث معك كيف يتقرر نظام القيم والتصورات والمفاهيم في الدولة هذه الدولة المدنية ذات المرجعية الإسلامية ولكن لو أذنت لأن أذهب إلى فاصل أخير نذهب إلى فاصل أخير قبل العودة لاستكمال لما تبقى من الحلقة ترجمة نانسي قنقر أهلاً وسهلاً بكم إلى الجزء الأخير من حلقة اليوم دكتور أحمد أجدد الترحيب بك بطبيعة الحال لا شك أن لكل دولة منظومة قيم تصورات مفاهيم حيال الكون والحياة وكل تفصيل من هذه الحياة كيف يتقرر نظام القيم والمفاهيم والتصورات في الدولة المدنية التي تحمل مرجعية إسلامية يعني لنتفق أولاً دولة مدنية بمرجعية إسلامية هذا تصنيفها أو صفاتها عندما نقدمها للآخرين لكن فيما بيننا نحن نقول هي الدولة الإسلامية أخي الكريم الإسلام أجاب عن كل شيء الإسلام أعطى تصورات عن الحياة وعما بعد الموت لكن لاحظ في العالم الغربي أو في فكرة العلمانية التي تفصل الدين ما تصور عما بعد الموت لكن الإسلام أعطى إجابات شافية ووافية عن حال هذا الإنسان من المبدأ إلى المعاد وابتالي ما يكون بعد ذلك من حساب ونشور وجنة أو نار الآن حتى في مستوى الحياة الدنيا الإسلام قدم أخي الكريم غطى كل جوانب حياة هذا الإنسان طفلاً ورجلاً وشيخاً رجلاً أو امرأةً في عباداته في معاملاته في أسرتي حتى في العلاقات الدولية الإسلام نعطي كل هذه التصورات الإسلام أيضاً أخي الكريم يمتاز عن يعني أنا ما أريد أن نقارن بين إسلام وبين قوانين وضعية أو تشريعات وضعية لكن الإسلام أخي الكريم شريعة وعقيدة وعبادة وأخلاق الأخلاق عند الآخرين مصالح بمعنى ما تمليه عليه مصلحته ربما تنعكس في الظاهر على أنها قيمة أو خلق لكن الأخلاق عندنا جزء من ديننا لذلك تجد تنمية أو تنشئة الفرد المسلم منذ نعومة أظفاره على هذه المعاني وعادة القيام الصدق الوفاء الأمانة التحذير من الكذب والخيانة وإخلاف الوعيد هذه أمور تنشئة مع الشاب المسلم يتربى عليها مع الفرد المسلم يتربى عليها من نعومة أظفاره فهذه التصورات وهذه القيام بما يشمل العقيدة بما يشمل العبادة بما يشمل العلاقات والمعاملات بما يشمل الأخلاق وربما يقول الإنسان أو يظن البعض أن دائرة الأخلاق شيء آخر لا أخي الكريم هي أخلاق نعم في تصنيف معين لكن هي لها أحكام شرعية يعني هي تدخل في دائرة الوجوبة والتحريم يا لما يقول الصدق الصدق واجب الوفاء واجب الأمانة واجب الكذب حرام وفي مقابلاتها أو الضمها حرام أيضا هذه يا أخي الكريم وهذه التشريعات وهذه الأحكام وهذه الأخلاق هذه كلها أخي موجودة مبثوثة في نصوص القرآن والسنة وتوجهات العلماء الذين استمندوا هذا أيضا من الكتاب والسنة عبر التاريخ الإسلام فتتكون هذه المنظومة المستمدة من هذه الشريعة طبعا قد يقال أو يقول قائل أنه هل بالضرورة أن الشريعة جاءت بكل شيء؟ ليس بالضرورة لكن أيضا هذه الشريعة وضعت قواعد عامة شوف قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق فحيث كانت هناك مكرمة فهي من هذا لكن ما فرطنا في الكتاب من شيء ألا يعني هذا أن الشريعة أو الإسلام جاء بكل شيء وإن كان خطوطا عاما ومبادئ عاما؟ أنه فيه شيء إجمالي وفيه شيء تفصيلي وبالتالي حتى في الإجمالي أنت ممكن تقول لأخذ في باب الحلال والحرام آية واحدة جامعة خرج عليها الشافعي رحمه الله كل ما يمكن أن يأتي بعد ذلك من مأكولات ومشروبات يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث قال ما لم يرد فيه نص مما صنف أنه من الطيبات فهو حلال ما يصنف العقلاء لا أنه خبائث فهو حرام هذا كمثال طبعا وأقول في جانب الأخلاق فيه فضائل وفيه رذائل أخي الكريم ما لم يثبت فيه نص نرجع إلى العقلاء المنصفين ما قالوا إنه من المكرومات فهو من هذا الدين الدين يوجه إليه أخي الكريم طيب لو أذنتني دكتور أحمد أنت قلت بأننا تنزلا بما فهمته من كلامك أننا نخاطب الآخرين بالدولة المدنية ذات المرجع الإسلامية لكنها في حقيقتها عندنا هي دولة إسلامية طيب هذا ألا يعني عندما تخاطب الآخرين بهذه الطريقة يعني عندما تعرض عليهم الإسلام في الدولة المدنية عندما تنشر لهم الإسلام يعني هل سيستوجب منك ذلك بأن تقدم خطابا مغيرا ألا تقدم الإسلام على حقيقته لا أخي أنا ما غيرت ما غيرت خطابي أنا عندما أقول خاطب مسلم بما يفهم أخي هذه الدولة الإسلامية وأخاطب الإنسان الغربي الذي يعيش في منظومة معينة بهذا الخطاب لأنه يفهم هذا الخطاب لكنه أبين له الفارق الجوهري بالمناسبة هذا الخطاب عندما تخاطب المنصفين لكن عندما تخاطب منظومات الحكوم والطغاة الكبار في هذا العالم أخي لن يقبلوا منك وربنا قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى يعني من يظن أنه إحنا بالتنزل في الخطاب أو المسايرة إذن لماذا التنزل من الأصل؟ ما تنزلنا أخي الكريم أنا قلت أحلل تحليل أحلل هذه الدولة فقط لنبين للآخرين أن كثيرا مما تدعون أنه عندكم موجود عندنا وسبقناكم به هذا ليس تنزلنا التنزل أخي الكريم عندما تنازل عن بعض الأحكام يعني صار يطرح عندنا الآن ما لس يعني بعض المناظرين في الحركات السلامية صار يقول أنه يجب أن يعمل السياسي المسلم بعيدا عن المفتي المسلم ألا يقيده الفقيه المسلم لماذا أخي الكريم؟ أنا أفهم أن الإسلام فيه من السعاب في مناهجه مبادئه قواعده سواء في القرآن أو في السنة أو في حتى المناهج بعد ذلك المصالح المرسلة وسد الدرائع والاستحسان ورعاة العرف فيه ما يسع كل المستجدات وفيه موازنات وفيه قواعد تحكم هذه الموازنات لماذا أفترض أن السياسي يجب أن يتملص من رقابة الفقيه؟ لماذا؟ هل الشريعة عاجزة عن أن تعطي حكما في أي مستجد؟ يحتاج إلى موازنة فليكن قواعد موازنة معروفة في شريعتنا لكن في فارق بين أن تراعي مسألة في ظرفها في وقتها وبين أن تطرح تأسيل أو ما يسمى تأسيلاً تتخلى فيه عن بعض أساسيات الدين يعني صار يطرح عندنا وأنه ما المانع أن تكون المرأة حاكمة في بلاد المسلمين هذا حكم شرعي أخي من نسبة لنا طيب المرأة لم يسمح لها أن تأم في الصلاة لم يسمح لها عند الجمهور أن تكون قاضية أجاز بعضهم أن تكون قاضية في شؤون النساء أي يسمح لها أن تكون حاكمة في موقع الرجل الأول في الدولة الإسلامية هذا ربما يطرحه بعضهم تنزلاً للآخرين أنا ما أقبل هذا أخي الكريم في فارق بين أنه أطرح شيء أرضى به وبين أنه شيء فرض علي أتعامل مع واقع هذه مسألة أخرى هذه مسألة مختلفة إذن مبدأ سيادة الشريعة في الدولة المدنية لا يبقي في واقع الأمر شيئاً من معالم المدنية المتأتية في النظر الغربي لا لا يبقى أخي الكريم ينعكس على كثيراً من الأمور يعني ما أدري إصرارك عادي النقطة فقط أنا أريد أن أبين أكثر أنا أقول يبقى أخي الكريم أنا أقول نلخص وصف الدولة الإسلامية السلطة للأمة والسيادة للشريعة عندما أقول السيادة للشريعة وفي قضايا محسومة عندي حسمتها الشريعة لا يمكن أن تبقى وفق رغبات الشعوب لكن مثلاً أنا ما أقول السيادة للشريعة بقي عندي من المبادئ المعروفة عندهم أن هذا الحاكم بشرق سمع صوماً يخطي ويصي أن هذا الحاكم يمكن أن يحاسب ويمكن أن يعزل هذا أحكام الشريعة أخي الكريم يبقى عندي أنا أقول أنه مبدأ المساواة مراعاة في هذه بل حتى مساواة بين المسلم والذنب يا أخي الكريم في قضايا المعاملات وإذا اختصم إلى قضاء وضح في قضايا كثيرة موجود نعم لعل هذا الموضوع يعني نبحثه بشيء من التفصيل في قضايا تفصيلي أكثر في المرحات المقبلة أدركنا الوقت أشكرك شكراً جزيلاً دكتور أحمد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة التي أشكر في نهايتها الدكتور أحمد سعيد حوى أستاذ الفقه وأصوله شكر الله لكم إلى لقاء مقبل بحول الله تعالى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة